لدي تون مع فاتمة كراي جمع المنافسين لي اللي هما ما جابوش أكثر من 11% ولا قداش بيناتهم المهم أنه هو جاب وحصل على أكثر من 80% بوتين اجتمع بيهم وقال لهم نعملوا اليد في اليد من أجل روسيا ولكن أيضا الإعلام الروسي والمسؤولين الروسيين وكذلك المندوب الأممي لروسيا للفيدرالية الروسية في الأمم المتحدة تكلم واستهزئ من الغرب ومن الكلام اللي يقول فيه على أساس أنه انتخابات ما هيش نازيها وقال بالحرف الواحد أنه الشعب الروسي اللي صوت اليوم صوت لروسيا ولوحدة روسيا ولقوة روسيا الحقيقة بوتين زادة لما ألقى الكلمة متاعه متاع النجاح في الانتخابات ركز على حاجتين قالهم راهوا نعرف اللي أوكرانيا ضربت وقصفت وقت الانتخابات ولكن ستعاقب على ذلك ولكن بوتين أيضا بين للغرب أنه ما هوش وحده يحكم فيها العالم هذا وأنه قد ول زمن الغرب الأحادي الذي لا يعترف إلا بوجوده هو وإلا بالديمقراطية اللي أعملها هو بالنسبة لبوتين اليوم القوة الروسية العائدة اليوم يتحدث على ست سنوات قادمة فيها بش تكون روسيا موحدة وروسيا أكبر مما هي عليه اليوم اليوم الغرب في بعض العواصم رصدنا أنه هناك خوف خاصة الانتخابات الأمريكية اللي هي تتزعم العالم الغربي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما هيش تنبأ بشي ربما فيه استقرار للولايات المتحدة الأمريكية أو للعالم اللي تبع فيه أمريكا بوتين في الخطابة متاعه حاول يعمل بمقولة فرق تسود حط فرنسا وكأنه هي بعيدة على ألمانيا وعلى التفكير اللي يحب يضرب روسيا ولكن زادة بوتين تكلم على منهج آخر واستراتيجية أخرى اليوم في العالم بصفة عامة الرأي العام العالمي والدولي وخاصة الغربي اليوم على خاطر غزة ولأنه شايف بعينيه ميكيالين والوزنين ما بين روسيا والعركة متاحة أو الحرب مع أوكرانيا وشايف اللي في غزة وفي فلسطين بصفة عامة اليوم القتل على الهوية والقتل أمام الكاميروات والقتل في المباشر للأطفال للأمهات للأشخاص الكل اللي يتحرك في غزة اليوم يقتلوه فبالتالي قاعد يحس العالم أنه هناك مظلمة وقد يكون هذا الذي حدث في روسيا يمكن أنه يساعد إذا كان الرأي العام الغربي واصل في منهجه هذا في أنه يعيد النظر في السياسات الغربية الحالية ترجمة نانسي قنقر